مرحبا طلابي 13 كيف حالكم؟ أنا محمد مطاوع معلم اللغة العربية في المرة الماضية كان درسنا عن حرف البائب كما في كلمة قلب أما اليوم فدرسنا الجديد ماذا سيكون؟ هيا نرى حرف الزاي اليوم سنتعرف إلى شكلي حرف الزاي منفصل ومتصل له فقط شكلين وهذا سهل للغاية وسنطبق درسنا على وجبة الفطور هذه المكونات الغذائية والمغذية ما هذا الشيء؟ هذا زيت إذن ماذا سمعنا حين قلنا زيت؟ سمعنا إز إذن صوت حرف الزاي إز كذلك زعتر 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 هذا هو حرف الزاي وهنا أيضا منفصل في زيتون هل هو منفصل أم يمسك بالحرف الذي من بعده؟ منفصل أيضا الزيتون ونستخرج منه الزيت ونرى النقطة فوقه يشبه حرف الراء أما بعد الزيتون التحلية زبيب زبيب ويصنع من العنب أيضا حرف الزاي هنا رأيناها حتى الآن هي منفصل أما الآن حرف الزاي متصل بما قبله كما في كلمة خبز في مراجعة زيت زيت نسمع إز زعتر حين نقول لبنة هل نسمع حرف الزاي؟ كلا بينما زيتون زبيب وأخيرا الإز المتصل خبز الآن نكتب شكلي حرف الزاي إز تفقنا نصوته إز وله شكلي منفصل ومتصل هنا كي يمسك بالحفل الذي قبله وهذه المكونات زيت زعتر وزيتون وزبيب نضع دائرة على حرف الزاي بيدنا جميلة أما هنا خبز غزالة مرفقة في ورقة العمل وهناك أمثلة عن الزاي المتصلة وبزر بزر يمسك بالحرف الذي قبله ولا يتصل بالحرف الذي من بعد حرف الزاي يتصل بما قبله يا أبطال اليوم درسنا حرف الزاي منفصل ومتصل وصوته إز كما هذه الزهرة إز منفصل وتقول لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر